دشنت مؤسسة الودة التنموية المعرض المجاني الثاني لكسوة العيد المنتجة محلياً ضمن مشروع الدعم مقابل الإنتاج وتحسين سبل العيش نحن اليوم ندشن افتتاح المعرض المجاني لكسوة العيد للأطفال في مديريتين المسراخ والمعافر حيث يستهدف هذا المشروع 320 طفل وطفلة ضمن مشروع الدعم مقابل الإنتاج الذي أطلقته المؤسسة ضمن برامج التمكين الاقتصادي للأسر الأكثر تضرر في المناطق الريفية ويأتي أهمية المشروع الذي يرسخ ثقافة العمل والإنتاج وتشجيع الأسر المنتجة وتعزيز سبل العيش بخلق فرص للعمل والإبداع كما أنه يدخل الفرحة والسرور لهؤلاء الأطفال في العيد وتخفيفهم من معاناة وأعباء الأسر الفقيرة نشكر مؤسسة الود على هذا المنتج الذي نرحب فيه بما فيه منفعة للأيتام والفقراء عامة وفيه تحسين للمنتجات مقابل موازي أسعار منتجات الخارجية بسعر أقال وفيه استفادة للخياطين وفيه استفادة للموردين الأقمشة وكذلك استفادة للطيف النفسة وتخفيف معاناة العيد عليهم جميعا نتفاقى بهذا العمل المنجز الذي شاهدناه الآن بأعيننا وإنما مؤسسة الود التنموية قد سبقت بأشياء كثيرة جدا ويستمر المعرض لعدة أيام تتواجد فيه تشكيلة واسعة من ملابس العيد للأطفال جميعها من إنتاج الأسر المنتجة والمشاركة في مشروع الدعم مقابل العمل أحمد موكيبر قناة سهيل